هروح لحضرتك فلاش باك كده بسيط وقولك ان فرقتك او سكوادك خش بقى على سنة العزل وتطفيش رئيس النادي عشان ما ياخدش النهاء الكارن وعشان ما ياخدش البطولة الافريقية فالقرار يتلعب لها باسبوعين عشان مرتضى ما يقفش على المنصة ويتتوج بنادي الزمالك ويرجع نادي الزمالك تاني ياخد افريقيا ونقن عليه لما الزمالك ياخد افريقيا ويقف مرتضى منصورة على المنصة خلاص مش هيبقى فيه بقى التوابع اللي هتحصل لأ مرتضى يقعد في البيت سنة نادي الزمالك يخش في دوامة اربع لجان تلت لجان مختلف اربع ونخش ده على ده على ده على ده نادي الزمالك تدمر نادي الزمالك بعد ما كان في السماء نزل سابع ارض تم المراد والمخطط نجح بمنتهى الاحترافية ونادي الزمالك رجع تاني يبدأ ويبني من على الزيرو تاني بسبب ان انت جردته من مجلس ادارته وجردته من لقب كان يعدله كل امجاده الافريقية وعشان الناس اللي بتطلعت التاريخ لما بنقول ان نادي الزمالك والاقصر تطويجا فيه البطولات فيه القرن الماضي تمش كلامي او رأي عشان بعض الصفهاء اللي بيطلعوا يقللوا من الكلام ده في الجبهة التانية بقولك ده لسه عايشين في الوهم لسه عايشين في ان لا التسعة اكبر من السبعة والله انت عندك مشكلة في التعليم بتاعك وان ان انت بيب بيب دي مش مشكلتي دي مشكلتك انت رح عليك فلو كان نادي الزمالك كمل ووقف مرتضى على منصة التطويج وخاد البطولة كانت كل الخريطة اتغيرت بس المخطط ما كانش كده المخطط اللي احنا فيه دلوقتي ان الزمالك اتجرق وخاد بطولتين دوري وخاد كاس وخاد بطولات وراح يلعب نهاية افريقيا لا كفاية عليك كتن كفاية عليك عشان نطلع التاني وناخد بييده ونوقفه ونعمله واللمعه ونعمله كل اللي هو عايزه براح يلقوا الظلم له يوم والظالم له يوم والنهاية قريبة وربنا مهما كان مهما كان دولة الحق هي اللي هتنتصر والزمالك عنده حقه والزمالك مظلوم هياخد حقه ان شاء الله بإذن الله قريب جب جي نادي الزمالك وجي رجع لمستشان المرتضى شهر 11 ابتدي ابني لعيبة اكتر من عشر لعيبة عودها بتخلص لعيبة بتسيب النادي وبتمشي لعيبة اخر ست شهر انت لازم تتفق هما اصلا اللعيبة والنجوم بقى اللي حضراتكم بتتكلموا عليهم وبنبكي عليهم دلوقتي ايام السنة اللي مستشان المرتضى منصور برا النادي فيها خلاص كل لعب يدور على مصلحته ما هو اللي كان حميله دهره واللي كان موفر له الحماية وموفر له فلوسه اول كل شهر مش موجود وهو اصلا مش شايف قدامه ايه مرتضى منصور عنده النفس الطويل وسلك الطرق القانونية والقضاء المصري المحترم اللي بنحترمه في كل حاجة ومن عامنا ما نعلق على اي حاجة فيه سواء لصالح نادي الزمالك سواء لصالح مستشان المرتضى أو ضده على الراس من فوق قضاء مصر الشامخ دهت عظيم سلام الراجل فضل المحارب على قضيته ومؤمن بقضيته ورجع بحكم محكمة بس كان بعد فوات الاوان ليه لعيبة خلاص ارتبطت بقود ومشت من نادي الزمالك ما كانش عنده لا امير مرتضى ولا مصر الشام مرتضى ولا مجلسة ولا ادخن واحد كان يقدر يثني اي لاعب عن قراره بعد اما كان خلاص الامور حسمت يعني اللي قدرنا على قد ما نقدر الناس عملت اللي عليه لكن اسكوادك كان ايه بقى ساعتها الاثناشر لاعب اللي موجودين محمد عواد في حراس المرمى فاتمعك حارس مرمى واحد محمد عبدالغني والونش اتنين مدافعين عبدالله جمعة وفتوح ركز معايا وعبدالشافي معاهم ومعاهم المسلوس اتنين واثنين ركز معايا بس في الاسكواد وعد حمد اشرة فروق وامام عشور زيزو وشيكبالا والجزيل ويوسف اسامة نبيه ممار طبعا وحسام عبد المجيد ومحمد طارق دول الناشئين ومعاهم صيف فروق جعفر حلو ده الاسكواد اللي كان مطالب دي نادي الزمالك بعد طبعا فترتين منع من القيد اتناشر لاعب اتناشر لاعب وفيه عندك كام لاعب كمان الناشئين فانت يعني حطيلي كده عقلك ودي الاسكواد ده لأي حد في الدنيا شوف هيعمل بي ايه شوف هيعمل بي ايه لأ أي حد يقول لك سلام عليك أنا مقدرش وامش لأ الناس دي عشان بتحب نادي الزمالك بجد حربت ووقفت ورجعت وعملت وجابت بطولات بجيل وجابت بطولة أشبه بالإعجاز والإنجاز عشان كده أنا بقول لحضراتكم أنه يبقى في جالسة ودية بقى مع ميستر فريرا ده احتراما لما قدمه هذا الرجل اللي هيفضل دايما هو في الزاقرة وفي وجدان أي زمالكة ولكن خلاص ملوش مكان في نادي الزمالك كان لازم تدعم ولازم تبني يبقى أنا محتاج فترة قيد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة زي ما غيري عمل ما غيري عمل كده في أربع فترات قيد لحد عشان يقف على رجله يبقى عنده بدل الفرقة فرقتين عمل ده ده راكت أنه يعني شبه ريح من موسم كده وخلاص عشان يبتدي يلملم أموره ما هدش المعبد واحنا عمرنا ما هنهد المعبد فأنت لما جت تجيب صفقات وجبت الصفقات عشان برضه عشر صفقات وعشرين صفقة وتلاتين صفقة اللي جاب الصفقات اللي حضرتك بتتكلم عليها أو حضرك مش عاجبك هو اللي جاب قبل كده ساسي وهو اللي رجع مصطفى محمد وهو اللي جاب بن شرقي وهو اللي جاب طارق وهو اللي جاب الوينش وهو اللي جاب محمود علاء وهو اللي عمل وهو اللي رجع أوباما وهو اللي رجع شيكا وهو اللي رجع عبد الشافي خليك منصف وتكلم في لغة الكرة بلغة الكرة كلنا زعلين وأنا كنت أكتر واحد زعلان بعض المباراة وكنت متعصب وطالع على هوا متعصب وكل أنا زي أنا أشجع فرقتي خلاص ده طبيعي جدا لكن نقطه من أول السطر فلما ترجع محمد صبحي اللي كان جوه النادي الأهلي فده لعب إعارة لعب من إعارة عدة دي كده واحد محمد صبحي اللي كان رايح النادي الأهلي وكانت هتبقى الناس كلها طوال كانوا زمان ونسا بيتكلموا عليها فانك تجيب محمد صبحي ترجعه نادي الزمالك يبقى شابه محمد صبحي مستقبل حراسة المرمى مش في نادي الزمالك في مصر شاءة من شاءة وقابة من قابة وما فيش حادث مرمى بيها ومستوى طف فورم على طول ما فيش مشكلة فانت رجعت لعب جبت الزناري مدافع واحد بس تعقدت مع مدافع واحد ده في سياسة البناء أنا بتكلم على أن أنت مش بدافع أنا بس بقول لحضرتك تعال معايا بالورقة والألم والكلام لو غلطان قولي أنت غلطان جبت واتعقدت معا مدافع واحد الزناري لعب صغير السن إن شاء الله المستقبل كله قدام جبت زكريا الوردي في وسط الملعب والسيسي في وسط الملعب لأن أنت كنت بتلعب بتجيب مدافع من وراء اسمه عبدالغني حطيته في وسط الملعب عشان تعود النقص الكبير جدا في وسط الملعب ومعاهم دونجا برضو قدت تلاتة بتوع وسط الملعب جبت زاهير أيمن جبت عمر جابر وجبت مصطفى شلبي جناح برضو كان رايح النادي الآخر وبمهارة طبعا وبخبرة وبحنكة اللي ضرع عندك ورئيس ناديك قدر أنه يجيبه عندك إبراهيم أنضاي جناح تاني جبت ودعمت به وسامسون مهاجم يوسف حسن ده طبعا لعب مهاجم من الناشئين يبقى أنت كده صفقاتك هدي سبع صفقات كده لما بتتكلم بتتكلم على سبع صفقات نادي الزمالك اشتراهم في أول فترة بيبتدي يجيب الصفقات بتاعته عشان يبني فريق وواحد راجع من الإعارة وشراء لعب ناشئ تمام كده؟ تمام يبقى أنت في مرحلة البناء عملت أول خطوة عملت أول خطوة اللي هي إيه؟ أول مرحلة في البناء أنا جبت جبت بعض احتياجاتي كون اللي لعب يا جماعة يوفق أو لا يوفق؟ يعني دي لها حاجات تانية بقى مش بتاعتنا ولا بتاعت أمير ولا بتاعت مصرشان مرتضة ولا بتاعت جماهير نادي الزمالك ولا بتاعت الإعلام ولا بتاعت لا دي بتاعت بقى التوفيق وعدم التوفيق وده لاعب ده لاعب ربنا قرمه بيكمل وبيكسر الدنيا ربنا ما قرموش وما قدرش إن هو الكيميا بتاعتمش مع نادي الزمالك هو كده نصيبه كده نصيبه كده لكن أنا دلوقتي مش جبت صفقة فلقيت إن الصفقة دي فاشلا فأنا هكمل بيها لا فيه تقييم وفيه إن أي لاعب مش موجود مش هيضف لي إضافة إلا أنا كنت بهد فيها ومرجو منها من اللاعب ده مش هيكون له مكان في نادي الزمالك وده قولا واحدا أنا بقول له حضراتكم عليه لإني إحنا جوه وعارفين الكواريس وعارفين إيه اللي بيتم عشان كده الفترة اللي جاية هتبقى تقييم نهائي مرحلة تقييم نهائي خلال الشهرين التالتة اللي جايين واللي يضيف لنادي الزمالك مكمل اللي ما يضيفش نادي الزمالك مش مكمل فدي نقطة مهمة جدا كان لازم أنا أتكلم مع حضراتكم فيها عشان يعني بلاش جلد الزياد بالراحة على نادينا لإني حل من الاتنين دلوقتي اللي بيحصل على السحب داخل نادي الزمالك حل من الاتنين وبقولي الكلام والله العظيم من قلبي عشان خاطر نادي الزمالك يعني نقلبها خناقة ونقلبها انقسمات ونقلبها حرب أهلية بنا وبن بعد كزمالكوية ده مع المعسكر ده وده مع الجابهة ده وده مع أمير وده ضد أمير ده مع المستشار وده ضد المستشار والزمالك هو اللي هيروح في النهاية يا إما الهدوء والاستقرار ليه الهدوء والاستقرار؟ عشان الهدوء والاستقرار ده لما كان موجود قبل كده مع المستشار المرتضى منصور هو اللي جاب لي البطولات هو اللي جاب لي اتنين دوري هو اللي رجع لي فريرة هو اللي خلاني هو اللي خلق بن شرقي يا تقلق هو اللي خلق أمام عشور يكسر الدنيا وقعد مع نفسك كده يحسب هات ورقة وقلم انت زمالكو بتحب الزمالك أنا مش طالع أدفع عن حد لا طالع أدفع عن نادي الزمالك طالع أدفع عن نادي الزمالك لإني ما فيش حد محتاج أن أنا أدفع عنه لا حدش متهم عندي في حاجة أو إن حد أثر في حاجة لعيبة أثرت في حق نفسها كيميا بتاعت مدير فني ومدير فني خلاص ما قدرش إن هو يضيف جديد اللعيبة أو صفقات لم يحالفها التوفيق في صفقات احنا لسه أصلا ما شفناهاش بداش تحكم عليها حلو ووحش ما ليش دعوة لما يلعب نبقى نشوف لما يلعب نبقى نشوف فيه لعبة بتكتهد وبتحاول تسعى وبتعمل اللي عليها ومتوفيق مش محالفها فأنا مش هقف محلك سر وهفضل عاية طاعة أبكي على اللي فات لا خلاص اللي جاي نبتدي نتكلم في اللي جاي نبتدي نتكلم في الخطة والبناء وإن شاء الله بإذن الله نادي الزمالك يقدر يرجع لإني أنا قلت لحضرك لما جي المس وشان مرتضى منصور وجاء أمير مرتضى بتجربة اللي خد فيها بطلاق كتيرة جدا قدروا إنه هما ينجح وأنا براهن على الوعي اللي عندهم وبراهن على قدرتهم على ده وإنه هما يقدروا يحققوا ده فإن شاء الله بإذن الله لازم كلنا زي بقولوا حضرك حالي من الاتنين هتختار إن إحنا نعملها حرب أهلية بيننا كزام الكوية وبيننا وبين المجلس وبيننا وبين اللعيبة ونقعد ونشتم ونلبس سود ونلبس صبيض ونلبس بنفسجي هتبقى المشكلة من أسوأ لأسوأ يا حل تاني نقف ونتحرك وكلنا نبتدي جنب بعض وإدينا على إيد بعض ونرجع تاني ندعم إدارتنا نقدر تاني نرجع فرقتنا نقدر تاني ندعم لعبتنا والصبر ثم الصبر ثم الصبر ما قدمناش غيره التواحد والاستقرار ده لازم يتم لازم يتم عشان نعيد أمجاد الماضي عمر ما فينا دي هينجح باللي بيحصل دلوقتي موسيقى